مرحبا بك مرة أخرى ونتحدث أكثر هذه المرة عن الجانب الإنساني في ظل القصف واستمرار المعارك في أغلب المناطق في سوريا طبعا اليوم في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل النظام وقتله الممنهج لكل السوريين دون تميز ودون استثناء هناك تبرز الآن طبعا معاناة إنسانية كبيرة وجلها طبعا هي سياسة التجويع الممنهجة التي تبعها النظام في سوريا فهو بدأ طبعا باستهداف خزانات المياه مياه الشرب وحتى خزانات تزويد المدن في أشرب الخزانات المركزية واستهدف أيضا التيار الكهربائي اليوم كل السوريون وكلهم تقريبا محرومون حتى من هذه النعمة هذه النعمة التي كانت لكل السوريين مباحة وبأرخص الأسعار وحتى في الأون الأخير لاحظنا أنه بدأ بسحب مادة الطحين مادة الطحين التي طبعا لا يستطيع الإنسان التخلي عنها وهي المكون الرئيسي في رغيف الخبز والوجبة الرئيسية لطعام السوريين التي قلت وان وجدت وحتى ندرت في سوريا اليوم وفي الأون الأخيرة أيضا كان هناك استهداف من قبل الطائرات والصواريخ للأفران التي تخبز هذا الخبز إذا كان توفر فيها بعض الطحين وهناك طبعا من معاناة الإنسانية التشرد والتهجير داخل المدن اليوم نرى هناك ونشاهد الكل يقول أن هذه المدينة تتم استهدافها بالصواريخ أو حتى براجمات الصواريخ والطائرات ولكن لا أحد يعلم أمام مصير الأهالي أو من تبقى أحياء من هذه المدينة ولكن نحن نقول أن هناك هجرة داخلية تجري اليوم ليس فقط منهم في مخيمات النزوح في الخارج أو في التهجير في الخارج إنما هناك في سوريا أضعاف مضاعفة وهم ملايين وليسوا بالآلاف فقط أصبحوا مشردين في داخل سوريا يفترشون الأرض طبعا ويلتحفون السماء ولا معيد لهم كيف تنظر أيضا لدور المنظمات الدولية وأيضا منظمات الخيرية العربية في دعم اللاجئين والنازحين السوريين طبعا بالنسبة للمنظمات الدولية كان هناك تصريح وتصريح طبعا واضح وعلى العلن أنهم لا يستطيعون طبعا إغاثة أكثر من 700 ألف مهجر سوري ولكن نحن نقول أن هناك ملايين في الداخل هناك تقصير كبير هناك يجب أن تتكاتف طبعا الجهود الدولية والعربية العربية أولا لإغاثة هؤلاء السوريين هؤلاء السوريين التي لم يصبح ولم يبقى لهم أي مغيث حتى طبعا لكن أيضا منظمات هذه تتحدث عن أن النظام يعرقل عملها بشكل يسير على وإيصال المساعدات لمن هم محتاجون سواء في الداخل أو بالقرب من الحدود مع دول مجاورة نعم بالداخل أنا أقول نعم النظام لن يسمح هو لم يسمح ولن يسمح بإيصال هذه المساعدات طبعا النظام يقول أن في سوريا لا يوجد شيء وأن هلال الأحمر العربي السوري يقوم في كل شيء ويقدم المساعدات ولكن للتوضيح النظام اليوم طبعا يزود الطائرات المروحية بسلة الغذائية والمواد الغذائية كاملة فقط للقرى المحيطة بهذا النظام المؤيدة بالمعنى الصحيح المؤيدة لهذا النظام فقط ولكن نفس الطائرات تقوم بحمل قنابل وبراميل التين تي وإلساقها طبعا ورميها مباشرة على المنازل والمدن المناهضة لهذا النظام وهنا طبعا على النقيض ولكن أنا أقصد بالمنظمات الدولية والعربية هناك من يعيشون على المناطق المتاحة من حدود السورية وهذا ليس صعبا وليس مستحيل أن يدخل المساعدات لهم ونحن نقول لهم وقدمنا الكثير من الطرق لمساعدتهم على إيصال المساعدات لمستحقها ولكن اليوم إلى اليوم لن نرى هذا التعاون الجدي عبدالله دعني أنتقل معك إلى شق آخر من المعاناة الإنسانية يعني كثرة حديث في الأيام الماضية عن موضوع زواج اللاجئات القاصرات السورية اليوم صحيفة الحياة تناولت هذا الموضوع في أحد مقالاتها يعني هناك فتاوى لبعض رجال الدين تجيز هذا النوع من الزواج يعني بحجة حماية اللاجئات من الانحراف والفساد وما إلى ذلك يعني هل تتفق مع من يعارض هذا الموضوع بأنهن يتعرضن لظلم اجتماعي فوق الظلم الإنساني الذي يتعرضن له بطبيعة الحال طبعا اسمحي لي أولا أن أقول والشعب السوري لن ولم يذل إن شاء الله ولكن أقول للإخوة إن كانوا عربا أو حتى في تركيا أو يمكن ارحموا عزيز قوم ذل لأن هؤلاء السوريين سيعدون قريبا واللاجئات السوريات في البداية وفي النهاية هن سوريات هن سوريات كريمات ما خرجنا ما خرج من بلادهن ومن سوريا إلا طبعا لحفظ العفة والشرف والكرامة الكرامة التي خرجها ويطال فيها كل السوريين شبابا وشيبا ونساء وفتيات حتى والكل في سوريا ولكن هل تحولك لظاهرة أم أنها ما زالت في الحالات؟ هي ليست ظاهرة اسمحي لي هنا للتوضيح هي ليست ظاهرة إذا ما حصل هناك بعض تزوج للقاصرات كحالات فردية نحن نقول لا نسمح بتعميم هذه الظاهرة لأنه إلى الآن لم يثبت ولم يتأكد ولم نوثق هذه الحالات كحالات جماعية هناك ممكن حصل خمسة أو عشرة حالات لا أكثر ما تم توثيقه ولكن تم برضى الأهالي وهذا لا يعني أن هناك حملة تشان ضد اللاجئات السوريات لأن نحن كسوريون لن نسمح بمثل هذه الهجمة أن تمث لأنه بالنهاية هم يمثلون شرف السوريين ونحن كسوريين معنيين بحماية شرفنا لأنه أغلى ما نملك في سوريا وخرجنا لأجله بداية ناطق باسم شبكة شامع الإخبارية عبدالله أبازيت شكرا جزيلا شكرا لكم